طالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفث طرفي النزاع في السودان بتقديم تعهدات بضمان التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية جريفث قال خلال مؤتمر صحفي من بورت سودان أن هذه الالتزامات هي الشرط أساسي للعمل الإنساني على المطاق الواسع علينا الحصول على التزام علني من قبل طرفي الصراع العسكري في السودان للسماح بتمرير المساعدات الإنسانية وحماية العاملين حتى إن لم يكن هناك هدنة رسمية نحن بحاجة إلى اتفاقات يتم توقيعها مع الجهات المعنية وكذلك ترتيبات مع سلطات المحلية لتوفير المساعدات وحماية الموظفين الدوليين للمزيد معي من بورت سودان مفادونا جابر منصور جابر هي أول زيارة ربما لمسؤول في الأمم المتحدة بهذا المستوى أثار كثير من التحديات المطروحة عن سرقة قواف الإنسانية مطالبة بالضمانات لكن تعهد بالعمل من أجل إيصال المساعدات إلى المحتاجين إليها ماذا في بقية التفاصيل بقية المتابعة أبرز ما كشفه جريفث أيضا جابر إيمان بطبيعة الحال جريفك كان قد أشار إلى التزامات مهمة طالب فيها أطراف النزاع من غير أن يشير ربما إلى أنه كانت هناك اتفاقات مع البرهان على حد قوله وقال أن هناك أطراف سياسية أخرى من غير أن يشير إلى أن هناك طرفين نزاع فقط لكن أشار إلى أن المجتمع أيضا السوداني مطلوب منه تقديم المزيد من الإضاحات خاصة الجوانب السياسي فيما يتعلق بالالتزامات الحكومية أشار إلى أن هذه الاتزامات يجب أن تكون موثقة لوصول المساعدات الإنسانية يقول أيضا جريفك أن ثلثي المؤسسات الصحية ربما لا تستطيع مستقبلا تقديم أي خدمات في ظل الظروف التي يمر بها السودان قال مدينة بور سودان هي من المدن المهمة والتي ستصلها المساعدات الإنسانية وعبرها سيتم توصيل المساعدات إلى مناطق أخرى مختلفة ربما في ولاية الجزيرة وولايات درفور والنيل الأزرة وغيرها من الولايات فلذلك أن التعهدات التي تطلبها الأمم المتحدة من أطراف النزاع في السودان مع أنها ضرورية لكن يرى آخرون أنه لا بد أن تكون هناك التزامات مباشرة من الأمم المتحدة وغيرها من المجتمعات الدولية التي تقدم المساعدات وأطراف النزاع غير لا يتوقف الحرب ولكن تداعيات هذا الحرب ستستمر إلى الشعوب بشكل كبير ولذلك هذه الضمانات ما تزال هي العنصر المهم لدى الأمم المتحدة والفاعلين والعاملين والشركة من المنظمات الإنسانية خاصة وأن أحد المنظمات كانت فقدت منسو بها خلال الأيام الماضية برنامج الغذاء العالمي كان قد أشار إلى أن ثلاثة من عضائه ربما فقدوا أو توفوا في هذه المعارك ولذلك أيضا في المقابل تم إجلاء عدد من الرعاية الذين يتبعون الأمم المتحدة ربما بعدات كبيرة على بارجة فرنسية من ميناء بور سودان وغيرها من الموانئ ولذلك فإن التعهدات ما تزال عقبة لتقديم هذه المساعدات وبالرغم من ذلك فإن الهلال الأحمر الكويتي قال أنه سيقدم مساعدات خلال الأيام القادمة ستأتي عن طريق مطار بور سودان تصل ربما حجمها إلى 45 طن وهي ستساعد بشكل كبير في مساعدة الجوانب الصحية والإنسانية في السودان في ظل هذه الحروب شكرا لك جابر منصور مرسلنا من بور سودان